ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في صفوف مستعمل الطريق السيار الرابط بين مراكش وأقادير وكداشا لحركة السير والجولان بهذا المقطع الطرقي وحسب مصادر إعلامية فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ بالعجلات الخلفية للشاحنة قبل أن تنتقل لباقي أجزاء الشاحنة وتصل لقنينات الغاز البالغ عددها 800 قنينة وتتطاير في السماء في مشهد وصف بالمرعب وأضافت نات المصادر أن الحريق لم يخلف لحسن الحد خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جد فادحة بعدما احترقت الشاحنة بكاملها إلى جانب تضرر كل قنينات الغاز ومن جانب آخر استنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذي نهروا لعين المكان وانخرطوا في عملية إطفاء الحريق ومحاولة إعادة فتح الطريق في وجه حركة السير والجولان التي انقطعت بسبب هذا الحريق المويل فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا جاملا لتحديد حيتياته ملابسة الواقعة وظروف الشعال النيران نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار